سنتحدث عن منتدى الفضاء نضم مركز محمد بن راشد للفضاء المنتدى العلمي الفضاء مشروعنا والممتدى فعالياته حتى الخامس والعشرين من يناير الجاري تتضمن فعالياته فعاليات المنتدى 12 جلسة تشمل كلمات ومحاضرات حول تجارب الخبراء المعرفية وورش عمل وحوارات ولقاءات يتحدث فيها نخبة مختارة بعناية من علماء ورواد ومهندسي الفضاء زميلتنا رشا رمضان تواجدت أكيد في مقر المنتدى ورصدت لنا هذا التقريق خلونا نتابع مع بعض شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء عكم دبي حفظه الله فعاليات اليوم الأول من منتدى ومعرض الفضاء مشروعنا والذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض هذا المنتدى الذي يهدف إلى خلق منصة علمية متخصصة عن علوم وأبحاث وتقنيات الفضاء لاستفادة من اكتشافات العلمية عن الفضاء والتعرف على رؤية العلماء والمتخصصين لمستقبل الفضاء العالمي ويستهدف المنتدى طلبة الجامعات والمدارس العامة في الدولة لتوعيتهم بأهمية قطاع الفضاء وتدور محاور الجلسات التي يديرها نخبة من المتخصصين من كل دول العالم حول رؤية وأهداف حكومة دبي بتأسيس مركز متخصص في الفضاء والتقنيات المتقدمة ودور الحكومة في تشجيع أفضل المواهب للعمل في هذا القطاع الحيوي إضافة إلى عدة محاور تتناول اكتشافات المريخ والحياة فيه ووصول الإمارات للفضاء نحاول نقرب الأفكار بتوضيح دور الفضاء في حياتنا اليومية ودور الشباب والناس الموجودين في الدولة في قطاع الفضاء قطاع الفضاء يمكن يعتبر مبهى بحكم أن المشاريع تكون عادة متخصصة أو محصورة بالمتخصصين في هذا المجال لكن فكرتنا أننا نقرب الأفكار نعرض المشاريع نحاول نقرب الخبراء الموجودين من الشباب والشابات الموجودين في الدولة نركز على الطلبة لأنهم في النهاية اللي رح يستمرون في هذا المجال رح يستمرون في بناء وتطوير هذا المجال في الدولة حرسنا أن يكون في تنوع في التخصصات وفي تجارب المتحدثين وفي خبراتهم عنا عدد مهم طبعاً من الناس اللي استضافناهم منهم الدكتور مايك براون وهذا الدكتور معروف أنه اللي سوى الدراسات اللي من خلالها لغة كوكب بلوتو فكوكب بلوتو اعتبره قزم فهو طلع من مجموعة الكواكب المهمة وعندنا أيضاً بيتر سوان وهذا دكتور عندنا نظرية مهمة بعد جداً اللي هي أنه بدل ما احنا نبعث الأقمار الصناعية بواسطة السواريخ دكتور بيتر سوان يعتقد أن احنا ممكن نبني مصعد للفضاء ونترش في الأقمار الصناعية يسير مركز محمد بن راشد للفضاء بخطة واثقة نحو تحقيق أهداف رؤية الإمارات عشرين واحد وعشرين الرامية إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم شتى المجالات وذلك عبر إدماج تكنولوجيا الفضاء في مشاريع التنمية الأخرى لما للقطاع دور محوري في تنويع الاقتصاد والنمو المستدام في الدولة بما يرسخ مكان اهتمام القيادة الرشيدة في إمارة دبي التي باتت مثالا يحتذى في التنمية المستدامة الشاملة بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو والشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حضر اليوم الثاني للمؤتمر نخبة من ممثلي المدن الأعضاء بشرفة المدراء العموم وممثلي وخبراء الجهات الحكومية المؤتمر هذا اللي نحن نستضيفه اليوم هنا مؤتمر وايد مهم لا علاقة بالتغير المناخي الكل يتكلم عن التغير المناخي لكن تحديد ما هل ما نقول إن عرص الرئيسي في عملية التغير المناخي نتكلم عن عوامل كثيرة جدا اليوم في منطقتنا نحن لو خدنا منطقة الخليج العربي الخليج العربي يعني ممكن نشوف يعني المنابع المياه العذبة عليه قليلة الانهار اللي تصف فيه قليلة ستطرح خطة دبي للتكيف مع تغير المناخي عدد من المبادرات التي قد تستهدف مرغبة عناصر التصحر وملوحة مياه الخليج العربي وجودة الهواء وغيرها من المبادرات التي قد تؤثر على القطاعات المعنية بتخطيط الحضري والبيئة والبنية التهدية والمياه والكهرباء والسياحة والصحة اشتركوا في القطاعات المعنى اشتركوا في القطاعات المعنى اشتركوا في القطاعات المعنى